من البداية هي قصة صدفة لأن أنا ياية من عائلة كلها موظفين فيعني ما عندنا المنتاليتي مالة البزنس ولا عندنا المنتاليتي مالة التجارة لأن سالفة الوارد والوارد المجفف والوارد عبارة عن art و design ولأن أنا عندي موهبة الرسم فقدرت أنجح فيه ففي البداية أول ما بدينا أول شهر صرت أنا involved يعني حسيت أن أحب هاي الشغلة تعاملت ويالوارد كلوحة فكنت دايما أحاول أسوي الأرينجمنت بطريقة مختلفة فبديت بسرعة كسبت زباين أول ما يشوفون الأرينجمنت برع في أي مكان يسألون من اللي يسويه فكان ملفت يعني مو بس باقت وارد محطوطة أنا صراحة زبونة عن بنك التنمية لأن أخذت منهم تمويل في السنوات الأخيرة عساس أن أكبر مشروعي فتصلوا فيني بنك التنمية قالوا لي أن نوال ليش ما تشاركين في الجائزة أنت مشروع ناجح اطرشوا لي إيميل بالطلبات شنو المسابقة محتاجة حاولت أن أوفر كل الأوراق وأطرشهم في نفس اليوم طبعا في مراحل حق أن الواحد يستلم الجائزة فقالوا لي المرحلة الأولية أنت عديتيها تقريبا بعد عقب عشرة يوم أو أسبوعين تصلوا فيني قالوا لي مبروك نوال الفستي بالجائزة الأولى فمحمد الله جائزة محمد بن راشد هي نجاح كبير لي لأنني كنت أدري أن أنا ناجحة مثلا من البروفيت التي أطلعها كنت أدري أنني ناجحة من علاقاتي مع الناس لكن عندما تتقيم أنك تتحصل بين 120 متسابق من دول كبيرة مثل مصر والأردن والبحرين والسعودية تفوز بالمرتبة الأولى على دلين المشاريع كلها على 120 مشروع تعرف أنك مو بس أنت حاسب هذه النجاح في غيرك حاسب هذه النجاح وهذه أعتبرها نجاح كبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر